تحياتي وأهلا بكم إذن رحلة المنتخب ما زالا مستمر في كأس إفريقيا المحليين رحلة الدفاع على اللقاب ما زالا مستمر وهذا المرة بفوز كبير وفوز مقنع قدام المنتخب الزامبي بثلاثة لواحد فوز وانتصار الذي طار بالمنتخب المباراة نصف النهائي المقابلة التي ربما ستكون أصعب مباراة في كأس إفريقيا المحليين نظرا لأننا سيلاعبه قدام المنتخب المضيف قدام الكاميرون إذن كيف العادة تابنوا في القناة نضغطوا على جيم ويا الله نمشيوا ونهضروا على الانتصار للمنتخب قدام زامبيا بثلاثة لواحد كيف تحقق وشنو كان فيه أهلا بكم مجديد مباراة ممتازة مباراة كبيرة مباراة ومستوى وإقاع لربما كنا ننتظره من بداية هذا الشان هذا هو المنتخب اللي كنا بغي نشوفه هذا هو الطريقة ذي المنتخب اللي كنا بغي نشوفه هذا هو اللعب اللي كنا بغي نشوفه كنا بغي نشوفه منتخب مبادر كنا بغي نشوفه منتخب كي يخلق فراص منتخب كي يهجم وهذا الشي اللي كان علينا نتنوه حتى الماتش ربع النهاية باش نشوفوه طيلة تسعين دقيقة هذا الماتش هذا ربع النهاية قدام زامبيا اللي بدأ عموته تقريبا بأفضل تشكيلة ممكنة في هذا الشان فمن خلال اللاعبين اللي شفناهم في دور المجموعات ربما التشكيلة اللي بدأ بها عموتة هاد الماتش كتضم أفضل لعناصير وأجود لعناصير عناصير اللي حتى واحد ما غدا يختلف عليها فعمموتة كيف العادة بدأ بتشكيلة ديال ربعة جوج ثلاثة واحد في الدفاع كان النمساوي عليمن على اللي يصر المساوي في اللاكس البوفتيني ومعه بوتويل قدامهم كانوا جوج ديال اللاعبين واحد كي لعب كم يحوار وواحد كالرتيكاز في الارتيكاز كان بام عمر ومعه كم يحوار كان يحيى جبران قدامهم وكهجوم هاد المرة الحسين عموتة كيفاجئنا ايجابيا وكي بدأ بعد الاله الحافيضي ومعه على اللي يصر راح يمي النفاتي كجناح ايمن وكي جدد اتقاف ايوب الكعبي كرأس حربة ايوب الكعبي اللي كيف ديما كيخليه كيلعب لماتش كامل ايوب الكعبي اللي كيف سبق لي وقلت في الدهن ديال عموتة هو المهاجم الرسمي ديال المنتخب واللي ما غادش يتغير ومن خلال هالتشكيلة يمكن كاملين المسناء على ان عموتة بغي يدخل باش يحسم الماتش مبكرا بغي يدخل يهجم يسجل ويحسم اللقاء مبكرا وميخليش يطوال وميخليش الماتش يتعقد على المنتخب خصوصا قدام منتخب زامبي اللي كان غالبا ماجي باش يدافع ومن خلال العناصر اللي عندنا من خلال الجودة اللي عندنا في الهجوم واللي يبدأ بها عموتة كان له ذلك الشي اللي يبغى فمع انطلاق المباراة وبتمريره حاسيمة تمريره اللي ما كانت تردش ديال الحافيضي كيعطي الراحمي اللي كان في المكان المناسب وسدد الكورة بالطريقة المناسبة الراحمي اللي يضرب الدفاع ديال زامبيا وكي يسجل هدف التقدم وبعده وبنفس الطريقة وبهروب ديال الكعبي كان ممكن يجي الهدف التاني الهدف التاني اللي يسجل للركنية ركنية نفدها مرة اخرى اللاعب المفتاح ديال المنتخب اللاعب اللي كيف قلت كي يحرك المنتخب الموتور ديال المنتخب واللي هو عبداليل الحافيضي كي ينفد ومر اخرى بام عمر في الدقيقة التمنية كي سجل هدف التاني هدف اللي ربما قدع لزامبيا زامبيا للخطأ الوحيد اللي داروا هو انهم منتخب داخل باش يدافع لكن انك داخل باش تدافع وقدام لاعبين بالنظرات ديال الحافيضي وقدام لاعبين بالمهارة والسرعة ديال راح يمي فما يمكنش أنك تدافع بلوك طالع فاشفنا لف الهجماء اللي تمركى فيها البيت اللي أول ديال راح يمي ولف الهجماء الثانية اللي قلت كان يمكن يجي منها هدف واللي ضاعت بعد التمريرات الكعبي فالدفاع ديال زمبيا كان كي يدافع بعيد بالزاف على الحارس دياله وهنا كان كي يعطي المجال للمهاجمين ديال المنتخب باش ينطلقوا خلف المدافعين ودائما قد يندكر مع تمريرات ورؤية الحافيذي الحافيذي الرؤية التاقيبة اللي كي يكملها بتمريرات متقونة تمريرات دقيقة الحافيذي اللي ينعود ونقول دخل باش يحسم اللي ما تشمو بكيرا وهاتش اللي كان ومبعد ما سجناجه ديال الاهداف المنتخب ما وقفش المنتخب بقى دايما كي يقلب على الشبكة ديال زمبيا بقى دايما هاجم والمنتخب الزمبي من جهته كان نفروض عليه على انه يخرج شوية باش يجاري المنتخب وهنا كتظهر المساحات كتزيد تظهر في الدفاع ديال المنتخب الزمبي الدفاع ديال المنتخب الزمبي اللي غادي تضرب وغادي تقتل بالطرد اللي كان وهنا خسنا نحمد لله على ان الحافيذي خرج بلا اصابة وفي نفس الوقت نتمنعوا ان الاصابة ديال آدم النفاتي تكون اصابة طفيفة ويرجع ان شاء الله ويكون حاضر في الماتش ديال النسف النهائي فمن بعد عشرين دقيقة المنتخب كيل خراسو متقدم بجوش ديال الاهداف الصيفر مع فرقة كتلعب بعشرات ديال اللاعبين مع فرقة ما نزلاش مزيان في ارضيات الملعب ما عرفاش توقف وما عرفاش تتمركز والقيراء ديال المدريب ديال زامبيا اللي منتخب الوطني المغربي ربما كانت خاطئة وهذا الشي اللي اعطت تفوق العموتة واللاعبين ديال عموتة فهنا المباراة كتسهال المباراة كترجع في الجيب ديالنا وشخصيا والناس اللي كيتابعوني في الانستغرام قد يكونوا شافوا البوست ديالي من اللي قلت ان الماتش التحسم وان المنتخب في نصف النهائي من بعد مرور عشرين دقيقة فهذا الشي اللي كان قدم الاندفاع والخشونة ديال اللاعبي المنتخب الزامبي اللاعبين ديالنا كان الهم ديالهم الواحد هو انهم يخرجوا بلا اصابة هو انهم يجاروا المنتخب الزامبي ويسالوا التعين دقيقة اللي ضمننا فيها الفوز والتأهل بلا اصابات لكن احسن حاجة كانت في هذا الشيء كامل هو رغم ان اللاعبين كانوا يلعبوا باقتصاد الا انهم ما توقفوش ودائما كانوا يقلبوا يزيدوا ويرفعوا الحصيلة ويزيدوا هدف ثالث وهذا الشي اللي سيتحقق من خلال ركل الجازاء اللي استعدها ايوب الكعبي ونفدها بنفسه بشي يسجل هدف ايوب الكعبي اللي ما زال بعيد عن سجيل الهدف فحتى في ضربات الجازاء كنشوفوا على ان ايوب الكعبي ما كينفتش ضربات الجازاء بافضل طريقة والدليل ضربة الجازاء ديال هاد النهار كان ممكن يجبدها له الحارس لكن بصفة عامة فايوب الكعبي وكيف قلت في الفيديو اللي كان قدامه كي يخدم للمجموعة كيتحرك في بزاف ديال اللقاطات كونش كنشوف ايوب الكعبي كينزل الخط وسط المنتخب باش يطلع كورا كيتحرك عن ليمن وكيتحرك عن ليسر وهدش اللي دائما كيسمح الرحيمي انه يزيد ويختارق ويدخل الكعبي اللي في هاد الشان حتى كون ما سجلش هاد جوج ديال ضربات الجازاء فاللعب دياله من خلال الماتش اللي فات وهاد الماتش دائما مكان ايجابي ولعب في صالح المجموعة رغب الانتقادات الكبيرة اللي كيتلقاها من الجمهور ومن غير الكعبي من غير راحيمي اللي كان في الفورما وفي الطوب من غير الحافظي اللي ما يمكنش نزيد نهضر عليه كتر خاصني نهضر على لاعب اللي في هاد الماتش صراحة فاجعني للاعب اللي كان هز خط الوسط ديال المنتخب الوطني المغربي هاد اللاعب هو يحيا جبران يحيا جبران يمكن اللي يقول استاعد لمستوى دياله اللي كان قبل موسمين مع الويداد يحيا جبران كانت التحركات دياله دائما ايجابية لا في قطع الكرة ولا في الخروج بها يحيا جبران استاعد اتقاف نفسه فاشفناه كيف كيراوه وكيخرج الكرة وكيطلعها بكل اتقاف النفس كيتحرك بلا شك والاهم انه كان دائما كيتاخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وهذا يمكن ربح المنتخب الوطني المغربي المحلي وايضا ربح النادي الويداد الرياضي على انه يحيا جبران يمشي للشان ويرجع جبران القديم جبران اللي كنا كنا نعرفوه جبران اللي واطق في نفسه جبران اللي تقدر تعول عليه في خط الوسط وكيم مشدنا باللعبين وذكرنا النقاط الايجابية فضروري نذكروا النقاط السلبية واللي هي كتتمركز في خط دفاع المنتخب الوطني المغربي فش فينا اليوم خط دفاع اللي كامل كيتحمل المسؤولية في لقطة الهدف سواء من العرضية اللي كانت سواء من الوقوف ديال قلبي الدفاع لا البفتيني ولا بطويل اللي ما كانوش واقفين زيان ومتوقعين الكورة فين غادي تنزل وصولا للنمساوي اللي ما عرفوش واش كنترولة واش باسا واش لعب الكورة واش ديجاجة هذا الشي كامل خلاه انزل الكورة للمهاجم ديال الزامبيا باش يسجل علينا الهدف اللي كان الهدف الوحيد واللي خليني نقول نقطة ايجابية انه تسجل علينا فمزيال يتسجل علينا باش الحسين عموتا يرد لبال الدفاع دياله هاد الدفاع اللي ما يمكنش يكمل به البطولة بهاد الطريقة اللي كيدافع فيها ما كنهضرش كعناصير لكن كنهضر كمنظومة لاعبين كيبانوا على انهم ما متفاهمينش مئة بالمئة لاعبين ماشي كل واحد انتوقع شنو غايدير زميل دياله فانتمنى من الحسين عموتا يخدم على هاد النقطة باش نكونوا افضل في الماتش ديال النصف النهائي وليما لا النهائي ونحققوا هاد البطولة وهاد الشان اللي مرة اخرى وفي اخر الفيديو غادي نرجع وغادي نذكر على انها بطولة ودية وما غاديش تتعد ابدا كانجاز لمنتخب الوطين المغربي كنت معكم ناريدا الحبيب وكان هذا حديث قصير احاول الماتش ديال منتخب الوطين المغربي قدام زمبيا فروبع نهائي كأس افريقيا للمحليين ما تنسوش تابوناوا في القناة ضغطوا على جيم وما تبقى لغين نقول لكم تهلاو